بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ذي الجلال والإكرام والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنام اللهم صلِّ وسلِّم وزِدْ وَأَنْعِمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدْ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ مشاهدي الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته إن الله سبحانه وتعالى أودعنا هذه الدنيا اختبارا وامتحانا قال الله سبحانه وتعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل وسنسأل أمام الله سبحانه وتعالى وَلَنَا وَعَلَيْنَا شُهُودٌ وَأَشْهَادٌ يَوْمَ الْتَنَادِ أَنْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يقول مولانا تعالى من أواخر سورة المؤمنون أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقُنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ هَكَذَا أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدَةِ كما في أواخر سورة القيامة أَلَمْ يَكُنُ طُفَةً مِمَّنِيٍّ يُمْنَى ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الزَّكَرَ وَالْأُنْثَى أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَةِ بَلَا قَادِرٌ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أيها الأحبة الأكارم يقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود أقسم الله سبحانه وتعالى بمخلوقاته أقسم الله بالكون أقسم الله بالسماء أقسم الله بالزمان قال مولانا واليوم الموعود أي يوم القيامة وشاهد يوم الجمعة ومشهود أي يوم عرفة أقسم الله تعالى بالزمان لأنه سيشهد لنا أو علينا عند الله يوم القيامة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل به سنسأل أمام الله عن عمرنا عن أوقاتنا سنسأل أمام الله عن كل دقيقة تمر علينا والزمان يشهد لنا أو علينا وكان الإمام الحسن البصري عليه رحمة الله يقول ما من يوم ينشق فجره إلا وملك ينادي يا بن آدم أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد فاغتنم مني أو فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة هذا هو الإمام الحسن الذي يقف بجوار رجل في جنازة فيقول لمن بجواره ماذا تقول في هذا الميت لو عاد إلى الدنيا مرة أخرى فقال الرجل لن يترك الصلاة لن يترك الصيام لن يترك ذكر الله لن يترك الاستغفار لن يرتكب معصية أبدا فقال الإمام الحسن كن أنت هذا الرجل إن فاتته الطاعة فلا تجعلها تفوتك إن فاتته الدنيا فلم يرجع إليها فلا تجعلها تفوتك لأن الزمان سيشهد لنا عد الله شهادة الزمان والمكان يشهد لنا أو علينا عند الله المكان نعم المكان الأرض تشهد لنا والسماء تشهد لنا أو علينا كما قال الله تعالى وهو يحكي عن الكفار والمشركين في أواسط سورة الدخان فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين فما بكت عليهم السماء والأرض ففهم من الآية أن أهل الإيمان أن أهل الصلاح تبكي عليهم الأرض وتبكي عليهم السماء في الرواية أن هناك باب في السماء يصعد منه العمل حين يموت الإنسان يبكي على هذا العبد المؤمن الصالح وأن موضعا في الأرض كنت تصلي لله فيه كنت تسجد لله فيه يشهد لك عند الله تعالى فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ومن هنا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نصلي الفريضة في مكان وأن نصلي النافلة أي السنة في مكان آخر لأن هذا المكان يشهد لك وذاك المكان يشهد لك عند الله تعالى موضع في الأرض وموضع في السماء وأماكن تشهد لك عند الله تعالى أسأل الله تعالى أن يجعلنا من السعداء دنيا وأخرى اللهم أحينا على الإسلام وأمتنا على الإسلام وحشرنا في زمرة أمة الإسلام تحت لواء رسول الإسلام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله